كمان يمكن الكل ترقب الفترة اللي فاتت الاعلان عن قيمة الاهلي او قيمة المنتخب اللي بيستعد بتركيز شديد بدأ المعسكر الخاص بالاستعداد لمبارتين السنغال انتم عارفين مصر هتلعب مع السنغال يوم الجمعة 25 الحالي هنا وتسعة وعشرين في دكار ومجموعة المبارتين الفائز بإذن الله تعالى يكون منتخب مصر يتأهل لكأس العالم في الدوحة في نوفمبر من هذا العام القائمة اللي اعلانها كارلس كروش كان النادي الاهلي صاحب النصيب الاوفر فيها ضمت محمد الشناوي وابو جبل وصبحي وفي الدفاع عمر كمال وعمر جابر وياسر ابراهيم ومحمد عبد منعم ومحمود حمد الوينش ومحمود علاوة ايمن اشرف واحمد فتوح وفي نص الملعب حمد فاتحي ونبيل عماد دونجة وعمر السلية وامام عشور ومحمد النني ومحمد مجدي افشا وكان في خط الهجوم عمر مرموش واحمد سيد جيزو ومصطفى محمد ومروان حمدي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح دي القائمة اللي اعلانها كروش وعندنا تفاصيل كتير فيها في حلقة النهاردة فيه تعليق طبعا تعايز نعلق على القائمة بسرعة كده طبعا احنا متفقين وهذا مبدأ المدير الفني مسؤول وجه نظره وهي اللي تحكم ولا ينبغي حتى التشكيك فيها ولا منقشتها ولكن كنت اتمنى المتخب استاذ ابراهيم بيختار مش بس على اسماء تقليدية او انت بيختار على يعني لحظة انية مين الواقف على حيله مين اللي قادر يديه وخصوصا اذا كان عنصر دولي ثانيا ايضا وجه نظر يعني التي لا قيمة لها طبعا لها كل القيمة انها يعني لن تكون مبنية على بعض التنوع اللي يخليك احيانا وان كنت مش من عشاق مش انا يعني انا كاكوتش واضح انه مش من عشاق المهارة او اللجوء الى المهارة الفردية ولكنها احيانا اذا تأتزمت الامور قد تكون فيها الحلول فانت ما تجيبش ناس هتؤدي لك نفس الادوار يعني يعني النهاردة ما تشوف تحديدا في الفرود ونحة الشمال نفس الادوار يعني خلاص مصطفى محمد مطلوب منه الحاجات هيعملها مروان هي هي نفس المهام فانت كنت محتاج حد بنكهة اخرى ومهارة اخرى ربما يكون فيها حلول ولكن ليه لا يعني دعونا ننتظر احنا كل الامنا ايه دلوقتي المنتخب اللي ودينا المنتخب حان الربلو 30 تعظيم سلام ان شاء الله